مشاهدين في كل مكان أهلا بكم إلى تريندينج شروق نيوز محطة سنحاول من خلالها تسليط الضوء على أهم المواضيع والقضايا المتداولة على منصة التواصل الاجتماعي في الجزائر وحتى خارجها تشجيع الدول العربية المشاركة في كأس العالم بقطر ومساندتها أمر طبيعي جسد على الأرض العربية المستضيفة لكأس العالم بقطر مشجعون من مختلف البلدان العربية كانوا حاضرين في مدرجات احتضنت مباريات المنتخبات العربية وحتى خارج الملاغب الذين لم يتمكنوا من الحضور شجعوا من بلدانهم هذه المنتخبات على غرار الجزائريين الذين فرحوا لفوز الأخضر السعودي على المنتخب الأرجنتيني دعونا نتابع بعض المشاهد لفرحات الجزائريين ثم نقود ترجمة نانسي قنقر رصدنا لكم أيضا بعضا من تفاعل الجزائريين على منصات التوصل الاجتماعي عاقب فوز الأخضر السعودي والبداية مع هذا التعليق لإسماعيل يقول فيه من الجزائر ألف ألف شكر للأخضر السعودي على رفع همة العرب في كأس الغالم تعليق آخر يقول فيه أحمد داود بين الأخضر الخضر جينات بطولة ورجولة تعليق آخر يقول فيه السقر العربي الجزائري وهو حساب يحمل هذا الاسم يقول فرحة جنونية عارمة تجتاح الوطن العربي من الخريج إلى المحيط بعد فوز سعودية الشقيقة على الأرجنتين لا يعادل فرحة السعوديين بهذا أو بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين إلا فرحة والجزائريين فرحتنا لفوز السعودية اكتسحت كل مواقع التواصل الاجتماعي حتى ظن البعض أن الجزائر هي منفازة وليست السعودية تعليق آخر لأيوب يقول فيه الله على فخر العرب الله قسما بالله في لحظة سيد أنها السعودية واعتقد أنها الجزائر برافو يا الأخضر فرحتونا وشرفتونا فوز المنتخب السعودي وفرحة الجزائريين به دفعهم إلى استدكار شخص عزيز على قلوبهم استدكار هذا الشخص الذي يظهر على الشاشة ومن لا يعرفه المحلل السعودي عبد الغزيز الغيامة الذي حب الجزائر وشعبها فأحبه أمن بالمنتخب الجزائري فهنأه الجزائريون بفوز منتخب بلاده وبهذه الكلمات تفاعلوا معه نصدنا لكم بعضا من التعليقات ميسك تقول في هذا التعليق أكثر شخص فرحت له لما فازت السعودية حبيب الجزائريين الملقب ببغلامة إن شاء الله دوم أفراحه يا رب شخص فأل بمنتخبنا وأحبه وشجعه من قلبه أتمنى أن يفرح بمنتخبه الوطني ويسعد به يا رب رابح يقول معلقا على نفس الموضوع دائما حتى لا ننسى مبروك المحلل والمناصر الوفي للمنتخب الوطني بعلان عبد العزيز الغيامة الذي لم ولن ننسى وقوفه وتشجعه للمنتخب الوطني في كأس العرب السعوديون لعبوا بالقلب الله يوفقكم في المباريات المقبلة نأخذ تعليق آخر لألكاوي يقول فيه ألف ألف مبروك الفوز التاريخي لخون عبد العزيز الغيامة نحن كشعب جزائري لن ننسى وقفته معنا في كأس العرب القصبة العتيقة تقول معلقة عبد العزيز الغيامة الذي لم ولن ننسى حبه للمنتخب الجزائري وتشجيعه والوقوف إلى جانب الجماهير الجزائرية في كأس العرب بالشقيقة قطر ألف مليون تريليون مبروك للجمهور السعودي الشقيق وللأخ العزيز على قلوبنا المحلل الرياضي المخضرم بغلام مشاهدين أنتم أيضا بإمكانكم التفاعل معنا حول هذا الموضوع عبر صفحات الشروق نيوز على منصات التواصل الاجتماعي خلال مباراة المنتخب السعودي مع نظيره المنتخب الأرجنتيني والتي انتهت بفوز الأخطر السعودي بهدفين لهدف تعرض ياسر الشهراني وهو لاعب المنتخب السعودي لإصابة بليغة بعد اصدامه بحارس مرمى منتخب بلاده محمد العويس نقل إثرها على جناح السرعة إلى المستشفى أين طمأن الاتحاد السعودي المتابعين على صحته وينقل بعضها إلى الرياض اليوم لاستكمال العلاج رواد منصات التواصل الاجتماعي تداول صور إصابة اللاعب على نطاق واسع والضمن معه الشهراني وبعض ساعات من الإصابة ظهر في فيديو ليطمئن الجمهور دعونا نتابع به المشاهد رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع إصابة الشهراني وتفاعلوا أيضا مع الفيديو الذي نشره ليطمئن المتابعين أصدنا لكم بعضا من التعليقات والبداية مع هذا التعليق لعبد الله الفهيد يقول كل الأمنيات لنجم الأخضر المنتخب السعودي ياسر الشهراني بسلامة والشفاء والذي وصل الرياض اليوم للخضوع للعلاج نأخذ تعليق آخر لهذا الحساب يحمل اسم عش يقول فيه أنا مؤقوم وأتحرى خبر عن ياسر الشهراني كأنه واحد من أهلي الله يشفيه ويقوم بالسلامة علي يقول معلقا دائما عن إصابة الشهراني الحمد لله على السلامة وأسأل الله أن يتمم لك الشفاء والعافية ما تشوف شر يلاعب الخلوق يصف الشهراني بهذه الكلمات عبد الله الغذامي يقول قلوبنا معك يا ياسر اللهم شفه وعافه ويسر له كل أمره صار معلقة دائما عن هذا الموضوع تقول توى اكتملت الفرحة ألف الحمد لله على سلامته مشاهدين أنتم أيضا بإمكانكم تفاعلوا معنا بآرائكم حول هذا الموضوع على صفحات الشروق نيوز على مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة النجمي البرتغالي كريستيانو رونالدو التليفزيونية التي أجرها الأسبوع الماضي وصنع تلحظة عالميا بعض تهاجمه على إدارة فريقه مانشستر يونيتد ومديره الفني كان متوقعا منذ الساعات الأولى لبدها أنها لن تمر مرور الكرام على إدارة مانشستر يونيتد والتي أعلنت اليوم في بيان لها أن كريستيانو سيغادر والنادي فورا بالتراضي أي قبل نحو ست أشهر من نهاية عقده كريستيانو قال خلال تلك المقابلة التليفزيونية أنه تعرض للخيانة من جانب ناديه الإنجليزي أنه لا يحترم مدرب الفريق إضافة إلى أنه ينفع لمغادرة النادي مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النادي الإنجليزي نالت قسطا كبيرا من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي لكن لم يكن هذا فقط سبب التفاعل فالنجم البرتغالي والذي يظهر على الشاشة وقبل ساعة واحدة من نشر نادي للبيان قام بإطلاق خط جديد لساعة يد والتي تظهر في هذه الصورة يحمل رسمة لرأسية شهيرة قام بها في إحدى مبارياته ضد مانشستر يونيتد سجل فيها هدفا لناديه السابق ريال مادريدا قطوة كريستيانو وبيان النادي نالا تفاعلا كبيرا رصدنا لكم بعضا من أرأي رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع والبداية مع هذا التعليق لمحمد يقول تاريخ وعدد أهداف رونالدو أكبر من نادي ألمان بكل واقعية يونس يقول معلقا دائما حول هذا الموضوع ناكر للجميل أفعال لا يفعلها حتى الأطفال أظل أن يقول في هذا التعليق يعني انتقام بطريقة ذكية وهنا يصف ما قام به كريستيانو ساعة واحدة قبل إعلان ذهابه من نديه قوبيدا جالمي يقول رونالدو وميسي أحسنوا لعبين على على مر التاريخ وعلى مانشستر يوننايتد الاعتدار لرونالدو أمام الغالم رفعة الجلسة محمد يقول إنه بصدد تدمير ما بناه من احترام ومكان لن يستقبله أي فريق له مشروع رياضي وبصدد بنائه الفريق أو فريق منظم ومستقر مثل الريال مادريد دور المنتهين ينتظرون ناخد تعليق آخر لليال تقول أفضل قرار بحياتك أنه تركت هذا الفريق وهنا تقصد نديه منشستر يوننايتد الإنجليزي مشاهدين أنتم أيضا بإمكانكم التفاعل معنا بأرائكم على منصات أو بأرائكم على صفحات شروق نيوز على منصات التوصل الاجتماعي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام عددنا من ترندينغ شروق نيوز إلى اللقاء